بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم أينما كنتم حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج فقه الواقع والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة سمراء الفضائية حياكم الله مشاهدين الأكارم علقة هذا الأسبوع سنتناول فيها موضوع أيضا مهم في المرحلة الحالية وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وما هي مقتضيات الإيمان بهذه الخصلة من خصل الإيمان والركن من أركان الإيمان التي نعرفها جميعنا لكننا نحتاج إلى تعميق الإيمان فيها للوصول إلى مراتب مرتفع ونيل أيضا من رضا الله سبحانه وتعالى مشاهدين الأكارم رحبوا معي بسماحة الشيخ محمد خالد العبيدي عضو الهيئة العامة للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في بغداد ومحافظات البلاد حياكم الله سماحة الشيخ معنا في هذه الحلقة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومثوا المشاهدين الجميعا إن شاء الله تعالى لزاك الله خير سماحة الشيخ يعني مسألة القدر خيره وشره ربما يعني فيها حديث هناك الإنسان مسير والإنسان مخير هذا يعني حتى نختصرها المسألة هناك من يقول لا إحنا كل سنة رب العالمين يضع الموازين ويضع الأقدار لمدة عام كامل ومعروف عندنا في سورة القدر إلى ما شابه ذلك ربما عند البعض اختلط مفهوم القدر يعني خلينا نبدأ من البداية من الصفر شنه هو القدر وشنه هو مفهوم هذه الكلمة طبعا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القهار مقدر الأقدار مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل مقدر أرزاق العباد وجعل الإنسان بين قدرين خيرا أو شرا وألهم النفس هداها وأعطاها خيرا إن كانت تريد وشرا إن كانت تريد أخي الكريم القضاء والقدر الإيمان به واجب كما جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء ذاك الرجل عندما قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت هنا من هذا الحديث ننطلق أن ركنا من أركان الإيمان الستة هو الإيمان بالقدر والقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى وكما ذكرت أخي الكريم هناك من يقول أن الأقدار تقدر كل عام كما جاء في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر في سورة أخرى فيها يفرق كل أمر حكيم المقصود بكل أمر حكيم هو تقدير الله سبحانه وتعالى لأقدار العباد ولكن كي نضع النقاط على الحروف في موضوع القدر الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نؤمن بحقيقة القدر فعلينا أن نعلم أشياء أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بعلمه كل شيء فالله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وهذا من الغيب الذي لا يظهره على أحد إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا انظر إلى العبارة في السورة قال عالم الغيب الاستغراقية فلا يظهر على غيبه وليس على الغيب إنما على غيبه اقتص بها الله سبحانه وتعالى فإذا لا يعلم الغيب إلا الله ولكن يظهر من غيبه شيئا لمن إلا من ارتضى من رسول فهذا الشمول للغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فعلم الله سبحانه وتعالى بما كان وبما هو كائن وبما هو سيكون هذا قد اقتص به هو سبحانه وتعالى أما هناك أمور الله سبحانه وتعالى يقدرها تقديرا على العباد يعلمها في سابق علمه ولكنه يقدرها على العباد مثل الذي جاء في هذه الصورة أن كل عام من الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار يقدر الأقدار فيها يفرق فيها كل أمر حكيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر وهكذا هذه الأمور الله سبحانه وتعالى جعلها كما أثبتها في صورة أخرى عندما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإن كل شيء خلقناه بقدر والله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء كتاب هذا الإحصاء وهذا التقدير من الله سبحانه وتعالى قال عنه العلماء أنه في مراحل مرحلة العلم هذه مقطوعة ولا شك فيها أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولكن تنزيل الأقدار على العباد هذه فيها تفصيل من هذا التفصيل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء وفي رواية سيدنا أحمد الإمام أحمد لا يرد القدر إلا الدعاء هنا العلماء قالوا أي يرد القدر الذي قدره الله بعلمه في سابق علمه هنا قال العلماء هو مما قاله ربنا جل شأنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني التغيير في مرحلة الأقدار من الله سبحانه وتعالى في أثناء ربما بالتأثير الدعاء نعم هذا المقصود بعض العلماء قالوا عندما تنزل الملائكة بتنفيذ أقدار الله تبارك وتعالى الله في سابق علمه يعلم ماذا سيكون حتى الملائكة لا تعلم ما الذي سيكون ولكنها عندما تكون في تنزيل الأقدار الله سبحانه وتعالى يغير قدر العبد بما هو عالم به في سابق علمه يعني هو أصلا عند الله سبحانه وتعالى لا شك لا شك ولكن من هذا الباب هناك من يأتي ويدخل ليضرب صلب عقيدة المسلمين هنا المشكلة وهذه طامة كبرى كانت في السابق واليوم هناك من يريد أن يثيرها أو يتكلم بها تشكيكا بقدرة الله تبارك وتعالى أو إظهارا لمسألة أن الله سبحانه وتعالى قد ظلم العباد حاشاه وهو الذي حرم الظلم على نفسه كيف ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى كتب على فلان أنه من أهل الشقاوة طيب فمهما فعل سيبقى شقيا سيبقى شقيا ويأتي لك بالأدلة يعني بعض الشباب بدأوا يتأثرون ببعض هؤلاء الذين يتكلمون اليوم في مسألة الإلحاد وغيرها يعني يريدون أن يضربوا صلب عقيدة المسلمين فيقولون أن حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علاقة مثل ذلك حتى يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وهذا حديث صحيح طيب ولكن هذا قد مشكلة بهذا الحديث هنا المشكلة يقول لك إذن إذا أنا مكتوب شقي أو سعيد منذ أن أنا في بطن أمي وأنا مكتوب علي الشقاوة أو السعادة فليس هناك فائدة من العمل نقول أن هذا الكلام كلام سقيم يراد به كلمة حق يراد بها باطل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بالمصائر لم يتعبدنا بمآلات الأمور الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالعبادة وخلقنا لأجل العبادة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن الإنسان عندما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا أمر الله لنا أما هذه المداخل فهي من مداخل الشيطان الشيطان يوسوس لابن آدم فيقول له أنت لماذا تدعب نفسك؟ تتعب وتصلي وتصوم وتقوم الليل وإلى آخره إذا كنت سعيدا فأنت في النهاية سعيد وإذا كنت شقيا فأنت بالنهاية شقي مهما تعبد فاجلس ولا تعبد ولا تتقرب إلى الله سماعت الشيخيني عذرا هذه الشقي والسعيد مقصودة بالتعبد بالعبادة ومقصودة بالحياة الدنيا عمل ورزق وأولاد وجاه وما شابه ذلك أحسنت هذه الله سبحانه وتعالى قد يجعلها في الحياة الدنيوية يكون الإنسان شقيا في حياته الدنيا وقد يكون سعيدا وقد يكون شقيا في الآخرة أو سعيدا في الآخرة هنا الإنسان إذا كان قد تربى التربية الصحيحة وزكى نفسه التزكية الصحيحة تجده على مائدة السعادة لا أحد ينافسه عليها لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مقبلا على ربه الله سبحانه وتعالى يرفع الشقاوة من حياته أول ما قرأنا قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ماذا؟ ظنك متى هذا الظنك؟ في الدنيا قال ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ننساك اليوم وهذه أصعب شيء إذا جاء العبد يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يتركه ليس النسيان هنا ليس المقصود به أنه لا يعرف به وإنما الإهمان لأنه هذه لا يمنه لأنه أحمل آيات الله تبارك وتعالى في الدنيا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشج وأبقى هكذا قالها ربنا مفهما لنا يعني جعل لنا أسلوبا ونمطا ومنهاجا في الحياة يعيشه الإنسان حياة طيبة إذا أراد ذلك إذا أراد وهنا كلمة أراد أي رغبة لأن الناس لا يفهمون الفرق بين القدر والإرادة الله سبحانه وتعالى لديه إرادتان أو إرادة وقدرة الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الإرادة الشرعية أن الله سبحانه وتعالى شرع للإنسان الخير ويحبه له وشرع أوجد عفوا وأوجد الشر ولم يحبه له لكن يكون سبب لرجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كما قال بعضهم كيف تعلم أن العسل حلواً؟ اليوم نحن نقول أن العسل حلو ما الدليل؟ معروف يعني كثير هذا وإذا تذوقه إذا تذوقته علمت طعمه ولكن أنا أقول لك إذا بقت تأكل عسل فقط عسل لا تأكل طعاماً غيره أو لا تتذوق شيئاً غيره هل ستعرف أنه حلو؟ بالتأكيد لا ستذهب عندك حاسة المعرفة لأنك فقط تأكل الحل ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجد الحلوة وأوجد المر وأوجد الخير وأوجد الشر وأوجد السعادة وأوجد الشقاوة لكي يعلم الإنسان طريق الخير من طريق الشر وهكذا طيب يعني خلينا ندخل بأكثر المسألة الأكثر تعقيداً عند الجمهور دائماً يسألون هل الإنسان مخير أم مسير في هذه المرحلة الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أموراً خيره فيها إن هديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكراً أو كفوراً وإنها كفوراً اليوم الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلاً ميزه عن بقية المخلوقات بهذا العقل وجعل الإنسان مكلفاً بعبادته من أركان أو شروط التكليف العقل إذ البهائم أجلكم الله لا تكليف عليها لماذا؟ لأنها لا تملك العقل واختلاف الإنسان عن بقية المخلوقات ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل جعل هذا العقل ليميز بين الخير والشر ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأمور ويقدرها نعم ولكن جعل للإنسان عقلاً يميز فيه بين الخير والشر فإن اختار طريق الخير سهله الله له وإن اختار طريق الشر الله سبحانه وتعالى قد جعل لك أن هذا الطريق طريق شر فلا تدخل فيه وبيّن لك في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما يعرفه اليوم المجتمع أن هذا طريق الشر فإن دخلت فيه لا تقل لي أنني مسير كالذي يقول عندما نقول له يا أخي اذهب فاخرج إلى العمل لكي تسترزق من الله تبارك وتعالى يقول الله هو الرزاق نعم هو الرزاق ما يقصر إياه ورح ينطين ولكن كيف يرزق النملة أحسنت تمام ولكن كيف يرزقك وأنت لم تأخذ بأسباب الرزق هنا الأسباب التي يجريها الإنسان والتي قد أوجدها الله تبارك وتعالى للإنسان هي التي يبين الله فيها للإنسان طريق الخير وطريق الشر يعني أنا اليوم إذا كنا نقول أن الله سبحانه وتعالى قد سيرنا فهذا فهم خاطئ لماذا؟ أبسط شيء يعني رح أنتكي نعم لو أنا أريد أجي اليوم للبرنامج نعم من دون ما أتفق سماحتكم يعني نعم يعني معقول أنت من نفسك رح تجي هنا و تجي يمي و أنا رح ألتك بالتأكيد أكوف التنسيق وآله لو لم تتصل علي ما رحك ما أتيت ولكن كيف أتيت هذه بمشيئة الله تبارك وتعالى وبتوفيق منه وبتيسير منه هل يعلمها الله تبارك وتعالى نعم يعلمها في سابق علمه ومقدر ومقدر لها قد قدرها الله تبارك وتعالى وما يصيب الإنسان من خير أو شر في قدره هذا هو اختبار من الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ماذا إلا في كتاب يعلمها الله تبارك وتعالى يعني مسجلة مسجلة طيب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يسير طيب يا رب لماذا لماذا هذا قال لكي لا تأسوا ألا ما أفتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأقدار ليكون الإنسان عالما أن كل شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره نعم أنا أتحرك وأنا قد خيرني الله تبارك وتعالى بأن أختار ولكن في نفس الوقت أن هذه الأمور تجري بعلمه تبارك وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى لما جعل الخير وجعل الشر ليبتلينا أنصبر أنصبر على الخير طبعا لا أسأل كيف تقول نصبر على الخير نعم لابد أن نصبر على الخير وحتى على الشر من باب أولا نصبر على الشر ولكن كيف ينصبر الإنسان على الخير أخي الكريم اليوم عندما يعطي الله تبارك وتعالى الإنسان يفتح له أبواب الدنيا لابد أن يكون حذرا وأن هذا أقولها لكل الأغنياء ولكل من آتاهم الله سلطة ومالا وأعزهم وجعل لهم سلطانا وملكا عظيما انتبه ليس فقط الصبر على الشر وإنما الصبر على الخير إن صبرت وأعطيت حق الله تبارك وتعالى في هذا الخير الله سبحانه وتعالى سيبارك لك وسيجعله خيرا ممتدا إلى قيام الساعة لذلك بعضهم قال ما أجمل أن يجتمع الدنيا والدين فإذا اجتمع الدين والدنيا عند الإنسان ما أجمل ذلك ولكن الخوف على الإنسان من مظاهر الدنيا من خيرات الدنيا هذه زينة الدنيا وبهرجتها إذا الإنسان لم يحمد الله ويشكره ويؤدي حقها بالصبر عليها كيف يصبر عليها بأداء حقها اليوم أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني وأغناني هذا الغنى حلاله حساب وحرامه عقاب إذن لابد لأن أصبر على هذا المال الكثير لأن المال كلما كثر كلما كثر في نفس الإنسان عطيته يعني اليوم الإنسان المتوسط الدخل إذا كان لديه خمسة ملايين فإن زكاتها تكون مية وخمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين يعني ثانين ومصب المية لكن إذا كانت أمواله خمسة مليار أو عشرة مليار سيكون مبلغ كبير يعني عشر ملايين مثلا سيستعظم العشرة ملايين أو سيستعظم الاثنين ونص أو خمسة وعشرين مليون سيستعظمها بأنه في حقيقة وعنده مليارات صح ولكنه يستعظمها فتجد أن كثيرا من الأغنية لا أقول الجميع كثيرا منهم يستعظم حق الله تبارك وتعالى في أمواله لماذا؟ لأنها قد كثرت ويقول ابتعبها أحسنت ويقول أنا ابتعبي وهذه كما قالها القارون قالها أنا الذي أنا الذي أوجدت هذا المال لكن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل به؟ خسف الله به الأرض ليش؟ لأنه ما شكر نعمة الله عليه وما فكر ولولي لحظة أن هذه الأموال من أين أتت؟ لو لا توفيق الله تبارك وتعالى لي لما وصلتني أنا بفكري طيب من الذي أعطاني هذا الفكر؟ أنا بخبرتي من الذي أعطاني هذه الخبرة؟ بتوفيق من الله أليس كذلك؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقني هنا يتبادر لذهن السامع أو المشاهد سؤال طيب إذن الله سبحانه وتعالى قد يعطي أناس أموال وهم كفار وهم مشركون وهم لا يصلون لا يعبدون الله لا يؤدون حقه نعم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يعلم يعني هنا المرحلة يقول لك أنه هذا الإنسان ليصلي ويصوم ويقرأ القرآن وحتى يقيم الليل لكن ما عنده أبسط شيء هي الذرية مثلا خلينا ما عنده ذرية أو ربما أموال قليلة يعني فقير حالته فقيرة كذا فدليل النبي عليه الصلاة والسلام يعني توفي ودرعه مرهونة عند يهودين ولم يرزق بولد نعم يعني لم يكن عند ولد وإنما في رزق بالأولاد ولكنهم توفوا نعم يعني ما بقى لو الله سبحانه وتعالى أنه أراد كان بقى أولادي يعني عند النبي عليه الصلاة و هو حبيب الله و لو أراد هو أيضا بدعاء واحد من الله أحسنت فالمفارقة هنا تكون بها مشكلة سماحة الشيخ أنا بس خلع نوه للمشاهدين المشاهدين أيضا يمكنكم التواصل معنا والمشاركة عبر أرقام الهواتف اللي راح تظهر أمامكم أسفل الشاشة نعم سماحة الشيخ طبعا مسألة الخير والشر يعني مثل ما ذكرت أنت مثل الطعم الحلو الطعم المر لكن الصبر على البلاء يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى قوة أيضا يعني بغض النظر أنه الإنسان هذا حتى وإن كان ضعيف الإيمان لكن هناك أكوناس تصبر يعني البلاء بمقابل هذا هناك جزع نعم من الإنسان وهذا رح يرجعنا إلى النفس أيضا ودورها في تحمل هذه المصائل حلقاتنا السابقة نتكامل عن مسألة النفس كيف تكون هي أمارة بالسوء كيف تكون هي المطمئنة أو الراضية وإلى ما شاء بذلك ما هو الدور الأساسي في تحمل أعباء الصبر على البلاء أخي الكريم الإنسان لو يعيش مع القرآن حياته لوجد إجابة لكل سؤال كما كان يقول علماؤنا الله سبحانه وتعالى يقول في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالح إن الله مع الصابر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُوا لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر ماذا قال بعدها وَبَشِّر الصَّابرين أحسنت وَبَشِّر الصَّابرين من هم الصَّابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ما معنى هذا أن الإنسان يعني انظر قال إذا أصابتهم مصيبة قالوا ليس بعد أن يجزع وأن يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوة الجاهلية ثم يقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لا عندما يصاب الإنسان في لحظة المصيبة يسترجع الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إذا أخذت فريدة كبدي عبدي يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة هل قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى فماذا فعل وهو العالم بما فعل عبده هذا الحوار سمعت الشيخ الحوار شنو اسمي يعني نقدر نقول هذا الحوار أن الله سبحانه وتعالى هو يعلم نعم لكن كان هناك حوار الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده أمام ملائكته فيقول لملائكته فماذا قال قالوا يا رب حميدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يا ملائكة أني قد بنيت ابنوا لعبدي هذا عفوا ابنوا لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله الله وسموه بيت الحمد فهنيئا لمن يفقد عزيزا عليه أو ابنا من أبنائه أو بنتا من بناته ثم يصبر ويسترجع ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وبما قدره عليه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لك الحمد على ما قضيت فأبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيبني لك بيتا في الجنة سبحان الله منزل عظيم منزل عظيم كل ذلك كل أمر انظر لما قال يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وما أصاب من مصيبة بعدها ماذا قال الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فخور لأنه يفخر بما آتاه الله سبحانه وتعالى مختال معناه أنه يعني شو نقول من الخيالاء يعني صور نفسه أكبر من ماهي من الخيالاء التباهي والإعجاب بالنفس هذا هو الخيالاء نعم الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ثم ماذا قال بعدها قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه انظر إلى هذه العبارة يهدي قلبه أهم أمر أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلب العبد فإذا أهدى الله سبحانه وتعالى قلب العبد لما يحبه ويرضاه ترى العبد يسير بنور الله تعم جزاك الله خير سمعت الشيخ ويالنتصال للأخ أبو سجى سلام عليكم السلام عليكم أم ملاتي حياكم الله أبو سجى من وين من صلاح الدين نازحين يترف حياك الله كله لها بيك فضل يا أبو سجى أحر بشغلة الزكاة نعم الزكاة إحنا نازحين وإحنا عندي راتب وإحنا عسكري آخر راتب بس الراتب أجي من بغداد لسليمانيا ما يستثبصهم نقول هالزكاة هل يرهم زكاة وإحنا الراتب إحنا نازحين يلا معيشنا لو ألن نرجع لديارنا طيب أنت عندك يعني أكيد الأموال اللي يمتلكها هو سماحت الشيخ كلها راحة يعني أملاك وما شابه ذلك هذه ما بقت عندك مو؟ كل شي ما طبعا عندي طيب طيب من المال أو العينة سواء كان الذهب أو سيارة أو منزل إلى ما شابه ذلك على أثر يمكن المسلم أن يدفع الزكاة بالنسبة لنصاب الزكاة كما يعلم الجميع هو العشرون مثقالا من الذهب أو ما قيمته ذلك فإذا امتلك الإنسان هذا النصاب وحال عليه حول كامل والحول هو سنة قمرية وليس سنة ميلاديا السنة القمرية إذا حال عليه الحول والمال عندي يعني أتصرف به وجب عليه زكاته وإن كانت نيتا مثلا لللبس أو يعني للمتاجرة في هذا العشرين مثقال هذا مقياس هذا مقياس خلاص أنا اليوم ادخرت هذا المال حولا كاملا نعم قد يذهب هذا المال في ثمانة أشهر ليس عليه زكاته في تسعة أشهر قمرية أقصر ليس عليه زكاته اليوم الأخ السائل أبو سجع يقول هو يعني بعبارته بطرق الراتب قد يظن أن راتبه يعني إذا وصل إلى المليون ونصف أو المليونين أو أي أن كان رح يدفع بي رح يدفع بي زكاة ليس هذا المقصود يعني أنا اليوم مثلا مثلا الذهب على سبيل المثال وصل إلى حد معين قد يصل إلى يعني الرخص وقد لا يكون له قيمة في السوق ويمتلك الإنسان النصاب ولكنه يصرفه في شهري لتضخم في المستوى المعيشي كما في الدول الأوروبية بعض الدول الأوروبية هناك تضخم في المعيشة يعني يسلم الموظف راتبا يعني بالثلاث أو أربعة آلاف دولار أو أكثر أو خمسة آلاف دولار ولكنه في الشهر الواحد يدفع مصاريف ومتطلبات المعيشة قد لا يبقى منه مئة دولار أو مئتين دولار هذا لا نقول أنه عليه زكاة لماذا؟ لأنه ينتهي بمجرد نهاية الشهر هناك تضخم في السوق وفي ارتفاع الأسعار في ارتفاع الأسعار الأخ هنا يقول أنا مهجر ولم يبقى عندي أي شيء المليون أو المليون نصف قد لا تسد حاجته وحاجة عائلته هذه إن لم يحل عليها الحول ولم تبلغ نصابا فلا شيء عليها لا زكاة عليها أما أنا اليوم في بيتي ولدي سيارتي ولدي بيتي ملكي وليس إيجاراً ولدي آثاثي متكاملة وفوق هذا أمتلك مالاً حال عليه الحول هذا لا بد لي من زكاته الذي لم تصرف به نعم الذي لم أتصرف به حتى وإن تصرفت به ثم أكملته يعني اليوم أنا في شهر الثامن طلعت خمسة ألاف أو خمسمائة ألف صرفتها ثم في الشهر العاشر أعدتها هنا المال لا يزال حتى لو أخرجت منه ثم أعدته هنا المال بقي حولاً كاملاً هذا المال الذي يبقى حولاً كامل وقد بلغ نصاباً عليه زكاة أما غيره فلا عليه لكن أنا أقول لأخي أبو سجاة ولي إخواني جميعاً اليوم نحن أحوج ما نكون إلى الصدقة الصدقة تطفئ غضباً الصدقة تفتح للإنسان أبواباً من أبواب الرزق كثيرة ما نقص مال من صدقة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يعلم من معه من المهجرين ومن إخوانه أو أخواته أو أبناء عمومته أو ممن يعرفهم بحاجة وهو يستطيع أن يعطيهم فليعطيه ولينظر بعد ذلك مدى عطاء الله تبارك وتعالى مقابل هذا العطاء والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء نعم 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 سمعت الشيخ والسلفة التي تدخل بها موظفين أو شباب أو عوائل في منطقة معينة قد تكون أكثر من سنة يعني نعم السلفة التي نسموه سموه شون نقول إحنا القرض القرض أو كلا القرض أنا آخذه من الدولة تقصد هذا أما الذي بين مجموعة من الناس نعم القرض إذا كان من الدولة آخذه لأمر معين مثلاً أن يكون لبناء بيت أو لسد حاجة أو لقضاء دين وليس فيه فائدة هذا يعني إنحال عليه الحول أنا أخذته لقضاء الدين أنا يعني عندما أخر قضاء الدين أنا هذا مطل هذا نعم هذا المطل هذا المطل الغني أنا الحرج على هذا المطل سمعت الشيخ خلي بس أخذ الاتصال من أبو مهند السلام عليكم يا أبو مهند السلام عليكم أسل عزيز إياكم الله أبو مهند من وين من بغداد من بغداد كل الهلا بيك يا أخوة مهند فضل يا أخي بارك الله بيكم على هذا المرامج الله يفضل الزاقر وإذابكم الله إن شاء الله السلام الله يبارك بيك عندي شؤال يعني الفضيلة الشيخ نعم نعم أي خليني اسمع أسئلتك يا أبو مهند الشؤال الأول هل الصدقات تأتفر بمثابة الزكاة يعني أنا مثلاً دائم كل يوم كل رأي شهر كل شهوعة الصدة هل تأتفر بمثابة الزكاة طيب سؤالك الثاني نعم السؤال الثاني نعم السؤال الثاني هل تبالوقت الحاضر من تجرى عملية الحجل الأمر أو كلاب الأكثار هل هذا صحيح؟ طيب وشكراً ومعرك الله بيكم شكراً جزيلاً نعم سمحت الشيخ هو ما أعرف أني هناك مصطلحاتنا نحن في مناطق الجنوب نحن نسميها سلفة هي منفقة قرض وإنما جمعية نعم الجمعية بين الأصدقاء بين الأصدقاء أو تكون على اسم اسم أنت راح بهالحالة راح توفر يعني كل شهر خلي نقول فمئة ألف دينار عراقي أو مئتين ألف دينار عراقي تدفعها على أكثر من شخص وهي تعبر سنة يعني فهذه أيضاً تشمل بمسألة الزكاة أم هي تعتبر ما يقول ملحة أو كذا أنا أسألك سؤالاً نحن قلنا القاعدة القاعدة أنه تكون عندك الأموان موجودة أن يكون المال موجوداً و يحول عليه الحول هل المال عندك موجود سنة كاملة أن جواب لا طبعاً لا متى جاءك المال عندما يجأ سراك بالسلقاء أو بالجمعية أليس كذلك منذ هذا التاريخ إلى أن يحول عليه حول و لم تصرف منه عليه زكاة عليه زكاة طيب جزاك الله وجزاك طيب الصدقات تجزي عن الزكاة مثل ما يسأل الأخ أبو مهند هنا سؤال الأخ أبو مهند أخي الكريم الصدقات شيء والزكاة شيء الزكاة هو معرفة مال معلوم أو حجز مال معلوم أداء لمال أكبر يعني هناك مال جزء من الأموال لدي مال حال عليه الحول فأصبح النصاب فيه يعني هناك جزء منه لا بد أن أخرجه للزكاة هذا الجزء إن حددته وعلمت كم هو جاز لي أن أتصدق به أو أن أخرجه بين دفعات أما أنني أتصدق بشكل عشوائي وأعتبره مكان الزكاة هذه صدقة لا تعتبر زكاة لماذا؟ لأن هذه عبادة الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها كالذي يصلي صلاوات نوافل هل تجزيه عن الفريضة؟ الجواب لا كذلك فريضة الزكاة فريضة الزكاة لا بد أن نحددها وأن نعلم كم هي فإن حددناها وعلمنا كم هي جاز لي أن أخرجها على شكل دفعات ممكن ولكن علي أن أحددها إن لم أعزلها ففقط أعلم كم هي يعني اليوم أنا عندي مثلا خمسين مليون أو مئة مليون عندي مئة مليون هذه المئة مليون كم أن نصاب الزكاة فيها مليونين ونصف مليونين أليس كذلك؟ كثير نصف بالمئة؟ مليونين ونصف هذه المليونين ونصف إما أن نخرجها على حدة وهذا هو الأصل والأصح لأن هذه لله تبارك وتعالى ولماذا أنا أخرجها؟ لأنني لا أعلم متى أموت فإذا ميت وأنا لم أخرجها فأهلي ومن يأتي من بعدي يعلمون أن هذه أموال زكاة ولا ضير أن أضع عليها قصاص وأكتب هذه زكاة وكل مرة أخرج منها أنا فإن قبضني الله تبارك وتعالى فأنا في حل من أمري أنني قد عزلت مال الزكاة فمن يأتي من بعدي إن لم يخرجوا المال فهم الآثمون أما أنا فأنا في حل من أمري ففي هذه الحالة ممكن أن أعزل المال إن لم أعزله أيضا يجوز ولكن علي أن أعلم كم هي مليونين ونصف أبدأ بإخراجي هذه المليون ونصف على شكل دفعات وعلى شكل صدقات أتصدق بها هنا وهناك ثم بعد ذلك أعلم أنني قد انتهيت من توزيعها لما يحتاج جزاك الله خير الأخذ هبة أعتقد من الموصل السلام عليكم ألو ألو حيات شاء الله يا أختي اتفضلي ألو ممكن الشيخ نعم اتفضلي يا أختي الشيخنا الشيخنا أنا عندي السؤال خلالتني شوية مطول لخص التعيين أنه أنا خريجة وحاليا من الموصل أطلقوا التعينات يعني بس المحاضرين يريدون يصبتوهم فقط أختي هيبة الشباب إذا ممكن تعالوا لي صوت أختي العفو إذا تسمحيني نعم ممكن تعالي لسؤال وحذر بيوناي قبل لون وعن طريق الصدفة لدينا شخص محال قال أنا محال فسبتكم بل أنا خلكم تحاضرون وهو اتطلق طلب الفلوس قال عن طريق الفلوس أريد معدكم وتبروك هدية يعني أنا أريد أنطي حاليا يعني قال ممكن تتحينون مرات بأرض أنطي يعني هدية بس هو طلب إذا المنظر إذا قلنا التحيينات رح أثبتكم بس أنا لي معدكم فلوس وقلت لما يخالف بس أنا ما عمي حاليا بس أنا مرات بأرض أنطي لك هدية أول طلب يعني بس قلت لما يخالف رحمتك يا مرات من الاندار أخذت هبعدات سمحيلي سمحت الشيخ فهمت السؤال نعم لأنه بصراحة أنا واللهجة المصلاوية أنا كنت ضعيف ففهمت فنزين الشيخ أنه من الموصل يعني هذه نعمة طيب يا أختي طيب عندك بقى شيء من السؤال حتى يكون كلامك موجهة لسماحة الشيخ وذا يا حب بدأ لو تتكلمي باللهجة لشوي تكون واضحة لأنه حتى نعرفها إذا ممكن يعني نعم عادي عادي نعم بس عمود التعيين يعني والله مقصر شيء بس أنه رح تطلقوا التعينات وتعينات من تنطلقوا بس للمحاضنين فقط إذا قلقواها ماكوا لأند أرف واصة رح يطلوهم حاليا من رقاء حاضنين ما يقبلون عنده عرف أو واصة قبلوا بيوم حاضنين بالمدارس وان بس لديت لهذا الشخص هذا الشخص يقول لأريد فلوس يعني لنضع بالحلال والحرام نعم بس إيش قبله قلقوا تبريك هدية يعني مر راكبتش من تسمينا الراكب بالتعيون تسمينا الراكب من طيني يا ديكلو من خاسك واردة هاي صحيح بس إذا الموضوع إن حاليا لو حرام قلقوا تطمن يعني طيب جزاعة الله خير بس هذا سؤالك يا أختي لأن إحنا هاي الفرصة رح تيجي التعيناك صحيح 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 نعم جزاعة الله خير يا أختي طيب طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله الله يبارك بيكي أختي على هذا السؤال سباحة الشيخ يعني مسألة أو سؤال الأخب المهند أيضا يسأل عن الحج والعمرة موجودة وهذه واردة في بغداد محافظاتنا بالأقصاد يعني هذه جائزة طيب إذا توفي الشخص هل سيتفقى في ذمته أم من ينوب عنه يعني كيف هذه الحالة سمعت شرعا العمر والحج بالأقصاد فيها تفصيل هناك من يجعل الأقصاد تنتهي قبل الذهاب هذا لا شيء فيه أبدا آه يعني يدفع قبل يدفع قبل مثلا يبدأون من هذا الشهر ثم سنة أو ستة أشهر إلى أن ما يوفي ثمن العمر ثم يذهب بها هذا لا شيء عليه كما تفعل هيئة الحج نعم يعني اليوم عندما جعلت قرعة لخمس سنوات يعني كل سنة سيتفع يعني الذي سيخرج اسمه في السنة الخامسة كل سنة سيتفع جزءا حتى يوفي ما بذمته قبل ذهابه هذا لا شيء عليه طيب لكن هناك من يخرج وفي ذمته المال ثم بعد أن يعود يوفي هذا المال على شكل أقصاد كل شهر قسطا هنا نقول قبل أن يعني يقدم المرء على هذا العمل عليه أن يتأكد من التالي هل هناك من يسد عنه هل لديه راتب تقاعدي بعدها يسد عنه يعني من أموال الخاص من أمواله من أمواله أكيد من أمواله من أمواله قد يكون لديه مثلا مثلا قطعة أرض أو بيت ولكنه لا يملك الآن سيولة فيقول أنا أذهب بالأقصاد عندما أعود سأكمل الأموال طيب هذا لا شيء عليه أما من يخرج ويعلم أنه ليس لديه أموال وليس هناك من يسد عنه أو أن يدفع عنه فهذا لا يجوز لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هنا السبيل ليس متوفرا فإن لم يتوفر السبيل لا شيء عليه سقط عنه أو لا شيء عليه الآن حتى يتوفر السبيل فإن توفر السبيل كان عليه فرضا وهاجبا وهذه من سماحة الإسلام كذلك العمرة مع اختلاف العلماء منهم من قال أنها واجب ومنهم من قال أنها سنة أيضا حالها كحال الحج إلا إذا علم أن هناك من يستطيع أن يقضي عنه من ماله إذا كان يتوفر من ماله من يقضي عنه يوصي أهله ويخبرهم بذلك جاز له أن يخرج جزاك الله خير سماحة الشيخ طيب نعم عندك تكمل على شيء؟ لا سؤال الأخر سؤال الأخر تهبى يعني يعني بصراحة ما اللي فهمته أو ربما هو هذا الأحوط اللي دي يصير عندنا سماحة الشيخ خاصة في بعد إقرار الموازنة اللي قرت اليوم راح تنفتح التعيينات في وزارات الدولة دوائر الدولة هناك ضيعاف النفوس يستغلون مثل هذه الفرصة للخرجين وبالتالي راح أول شرط أنه تنطيني راتبك الأول أو تنطيني كذا مبلغ التعامل بهذا الأسلوب جائز للطرفين يعني أنا شاب وموظف ومحتاج أنه أتعين الآخر هو بيده الأمر وأنه كما يقال ويستغل هذا الأمر أخي الكريم هذا باب من أبواب الفساد إن فتح هذا الباب سيكون بابا يفسد فيه المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش الراشي الذي يعطي المال والمرتشي الذي يأخذ المال والرائش الوسيط بينهما يعني أنت قلت أنه يقول لك أنها كهدية هل لا جلس في بيته وجاءته الهدية مستحيل لن تأتيه الهدية ولكن هناك أمر العلماء يعني جعلوه مسألة خاصة خصصوا فيه أمرا معينة من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اضمع والإضطرار هنا لا بد أن يكون في مرحلة الهلاك يعني تأتينا امرأة ليس لها معيل ليس لها أخ ليس لها أب وهي أرملة ولها من الأطفال الصغار أو البنات ما لا يستطيعون أن يعملوا شيئا ولا تمتلك هي عملا تقوم به بنفسها وإن لم تتعين إن لم تتعين ستهلك ستهلك أو ستلجأ إلى باب من أبواب الحرام شديد واليوم وهذه طامة كبرى في هذه البلاد رأينا العجب العجاب وإلى الله المشتكى والملجأ إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة من الإضطرار جاز لها أن تأخذ وأن تعطي بقدر إضطرارها أما من هي متيسر لها الحال وهناك من يعيلها من أب أو أخ أو زوج فلا يجوز لها أن تعطي هذه الرشوة لأنها رشوة يقول هدية هذا ليس بصحيح نعم طيب جزاك الله وجزاك الأخ أبو علي السلام عليكم السلام عليكم أخي العزيز حياة الأم علي أم علي نعم من مين من تكريت الله يسلمك إذا ممكن الله يسلمك أشفeffائي أخي العزيز إذا ممكن فسأول ذلك سبعت الشيخ يسمعك نعم السؤال الأول بالنسبة للاقصاط مرات إحنا نأخذ أثاثة الأقصاط نعم إذا كان القصط يحمله في مئة مئتين مثلاً حسب الجهاز إذا مجمد أو مكيف مثلاً إذا نقدي خلينا نقول مثلاً ثلاثمية وإذا صعد خمسمية فهل هذا جائب؟ نعم هذا بيعين يعني شيء طيب أي هذا هذا الأول السؤال الثاني اللي بخصوص القدر بخير أو بشر نعم نحن نعدي مفقودين أربعة نحن نعدي مفقودين أربعة نحن نتوقع قبل ثلاث سنوات نحن الله سبحانه هل هذا قدر مكتوب من رب العالمين؟ أخوتك اللي راحة؟ أخواني أخواني نعم الوالد الله يفرج عنهم هذا اللي نقدر نقول إن شاء الله هل هذا قدر يعني أني أريد أقنعنا هل هذا قدر مكتوب من رب العالمين؟ تمام يا أختي إن شاء الله خير تسمعني اللي جانا سمحت الشيخ شكراً جزيلاً يا أمام حياة الله أسراء أم أسراء أم أسراء تفضلي يوم تفضلي حياة الله أم أسراء تفضلي نعم السلام عليكم شيخ السلام وسراء أم أسراء تفضلي أم أسراء تفضلي هل هذا قدر مكتوب من رب العالمين؟ عندي عني بقر من طيكة بالنطر نعم عندي حلال بقر من طيكة يعني الجماعة أصبح أتحابهم يأخذونها بالنطران يجوز علي هل يدفع الزكاة عليها؟ طيب شكراً جزيلاً شكراً لك طيب سمعت الشيخ يعني لضيق الوقت أم علي تقول الأقصاد هذا الذي يبيعه اليوم سلعة إذا تشتريها بالآجل أو تشتريها بالنقد هناك فرق عند التجار بهذه المرحلة هذا جائز شرعاً؟ هنا حتى لا نطيل ونفصل لها بطريقة مجزة نعم إذا جئت أنا لأشتري من هذا التاجر وهذه البضاعة ثمنها ثلاثمئة بالآجل لا شيء علي أن أشتريها ثمنها بالآجل أما الحرام عين أن يكون هذا ثمنه بالآجل مئتين وخمسين أما إذا تأخرت مدة أطول فيكون ثلاثمئة هذا لا يجوز هذا ربا واضح للعيان وسمى ربا نسيئة نعم طبعاً سمعت الشيخ يعني أنا لضيق الوقت أعتذر من أم علي يعني على سؤاله الثاني أعتقد هو القدر هذا رب العالمين أقول لها هذا قدر الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات أن يفرج عنهم وأن يعيدهم إليك كما أعاد يوسف إلى يعقوب آمين وهذا من قدر الله تبارك وتعالى وابتلائه لإيمانك بالله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم الأخذ مصراء سباح الشيخ أم مصراء سؤالها عن الأبقار نعم يعني أتبقر وعطت للعمل نعم هنا الأبقار الشرع جعل فيها أيضا تفصيل كم عددها أنت لم تعطين العدد كم عددها كم أعمارها هناك تفصيل إن أردت إن شاء الله سبحانه وتعالى ممكن أن تسألي أحد المشايخ في المنطقة عندكم وتعطيه أرقامها وأعمارها بأعمارها وأعدادها يعطيك النصاب على الأبقار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المنفقين الله يبارك بك سماحة الشيخ محمد خالد العبادي عضو الهيئة العمل في مجموعة الفق العراق شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ الله يبارك بك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم آمين زاك الله خير إذن مشاهدنا هنا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فقه الواقع انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة